طبعا كلنا عارفين ان الناس انواع زي المعادن كده في منها الغالي ومنها الرخيص ولما بنختار اصحابنا بنحاول على قد ما نقدر اننا نختار النوع الغالي علشان يكون صاحب لنا بجد بعد ما بنختاره بارتو بنحتاج اننا هنلاقي حد نحطه في خانة اقرب صديق او صديقة وده اللي بنسميه الانتين وبيكون له مميزات او صفات معينة بنستريح لها وهو الشخص الوحيد اللي بيكون عارف عننا كل حاجة يعني سيديهاتنا كلها معاه وده عشان الثقة والامان اللي بنكون من دين هالو لصديق فعلا بيكون صديق وقت الضيق وزي ما قالوا في الحكم والامثال هو صحيح مفيش حد مثالي بس احنا بنقبل اصحابنا دول على عيوبهم زي ما هم كمان بيقبلونا على عيوبنا وبيكونوا قريبين مننا وبنحكي لهم على تفاصيل ومشاكل حياتنا سواء بقى للفطفضة او للاستشارة او حتى من باب الراغي بس على فكرة بقى انا شايفة ان لازم يكون في حدود يعني مش كل حاجة تتقال ومش كل حاجة تتحكي في حاجات ممكن اقولها وحاجات لا مش ممكن تتقال مش عشان هي وحشة ولا هتفضحني كل بيته ليه اسراره وخصوصياته وعلى فكرة من اجمل الحاجات اللي في الدنيا هي الاصحاب هم سندنا دايما في اي مشكلة والحضن اللي بنرجع له بعد اي تجربة فشلة والناس اللي بتواسينا في مشاكلنا وبيرفعوا معنوياتنا بصراحة الدنيا من غير اصحاب ولا تسوى ولازم كمان ما نحكمش على اصحابنا باحساسنا الشخصي بس لاننا اوقات بنحكم غلط لمجرد انهم خلفونا الرأي اللي احنا حابينه والصديق الصدوق هو بس اللي يدلك على الخير والصح ولو حتى كان عكس رغبتك وما ينفعش ابدا حضرتك تزعل او تتدايق من شخص بيوصلك لطريق الخير بالعكس انت المفروض تفرح تفرح بحاجة زيدي جدا صاحب واحد نافع احسن من عشرة ما لهمش اي فايدة على رأي المثل الصاحب ده عام زي الاسانسير اما بيقتك لفوق او يسحبك للتحت وكمان الصداقة مش معناها اننا نقعد مع بعض وقت طويل وخلاص لا الصداقة هي اننا نحافظ على العهد كل حاجة بيننا حتى لو طالت حتى لو طالت المسافات او قسرة اوقات بتمر الصداقة زي الحب كده بأزمات كبيرة والاخلاص هنا اننا ما ننساش اللحظات الحلوة اللي عشناها مع صحابنا حتى لو حصلت مشكلة او موقف معين لان التسامح اساس الصداقة والحب الحقيقي هم للاصحاب الحقيقي دولة كنوز غالية اوقات كتيرة بيعرفوا اللي جوانا من غير ما نتكلم ممكن بنظرة بيدعمونا وقت ما نحتاج لهم بيقدمونا النصيحة وبيشاركونا احزننا وافرحنا ومنحس في وجودهم اننا مش لوحدنا